تقرير الاقتصاد الفصلي نتيجة للظروف الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا مؤثرا على الأداء الكلي للاقتصاد في الربع الأول ومسببا تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 21% على أساس سنوي فيما بلغت نسبة التراجع 14% بالأسعار الجارية وأوضح تقرير نمو القطاع النفطي بمعدل سنوي بنسبة 1.18% بالأسعار الثابتة وتراجعه بالأسعار الجارية بنسبة 11.15% في حين تأثر القطاع غير النفطي بتداعيات الفيروس مسجلا تراجعا بنسبة 1.17% بالأسعار الثابتة وأربعة في المئة بالأسعار الجارية وعكست المؤشرات استمرار نمو بعض القطاعات غير النفطية حيث حقق قطاع الصناعات التحولية نموا قدره 14.18% مدعوما بارتفاع حجم مبيعات شركة ألمنيوم البحرين ألبا تلاه نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية ثم قطاع البناء والتشييد في حين تضرر قطاع الفنادق بشكل أكبر بسبب تأثر القطاع بالقيود العالمية المفروضة على حركة السفر متراجعا بنسبة 36% تلاه قطاع المواصلات والاتصالات وقطاع الخدمات الحكومية كما تراجع قطاع المشروعات المالية والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال وقطاع التجارة وبالنسبة لمساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي فلا يزال قطاع المشروعات المالية والتأمين في الصدارة بنسبة مساهمة بلغت 16.17% تلاه قطاع الصناعات التحولية والخدمات الحكومية بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي 17.20% وأظهر التقرير استمرار إنجاز المشاريع التنموية حيث من المقرر الانتهاء من مشروع توسعة مطار البحرين الدولي خلال العام الجاري والذي يعد أحد أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في تاريخ مملكة البحرين بكلفة إجمالية بلغت مليارا ومئة مليون دولار أمريكي والذي تقوم بالإشراف عليها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع شركة مطار البحرين كما باتت خطط تطوير السياحة في جزر حوار تقترب من التنفيذ بعدما تم التوقيع عقد تنفيذ أعمال الكابلات البحرية والأرضية جهد 66 كيلو فولت لمشروع تزويد جزر حوار بالكهرباء مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع الممولة من الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي لمملكة البحرين وأوضح التقرير في مجال التنافسية تقدم مملكة البحرين بواقع أربعين مرتبة لتصبح في التصنيف السادس والخمسين عالمياً من أصل 180 دولة على مؤشر الأداء البيئي 2020 الصادر عن مركز ييل للقانون والسياسة البيئية كما أن مملكة البحرين حققت المركز الأول عالمياً في مؤشر خدمات النظام البيئي وفي عدد من المؤشرات الفرعية من ضمنها معالجة مياه الصرف الصحي وأحققت المملكة المرتبة الثامنة عالمياً في فئة رأس المال البشري ومشاركة المستهلك ضمن مؤشر تحول الطاقة 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي كما تجدر الإشارة إلى تحسن تصنيف المملكة بواقع 25 مرتبة في فئة النمو الاقتصادي والتنمية لتصبح في التصنيف الثالث وستين عالمياً إضافة إلى ذلك احتلت المملكة المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات فرعية هي معدل الكهرباء الوصول إلى وقود الطهي النظيف تنوع المستوردين معدل نصيب الكهرباء من توليد الفحم والحصول على مؤشرات تنظيمية للطاقة المستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر